القسم الثاني من هاذا المتن التوحيد وما يضاد التوحيد الشرك تقدم معنى أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام وأن الدين الإسلامي ثلاثة مراتب ثلاثة درجات إسلام وإيمان وإحسان أركان الإسلام خمسة أركان الإيمان ستة الإحسان ركن واحد ضد التوحيد نسعاف السلام الشرك الشرك ينقسم إلى قسمين أكبر وأصغر الأكبر مخرج من الملة إذا مات عليه نسع الله العافية والسلامة فهو مخلد خلود أبدي في النار إذا تاب تاب الله عليه إذا لابد نتعلم الشرك الأكبر والأصغر حتى لا نقع فيهما عندنا درجات المحرمات أربع درجات أول درجة السغائر أعلى من السغائر الشرك الأصغر أعلى من الشرك الأصغر الشرك الأكبر لابد أن نحذر من هذه الأربع نوانجينا اقر ويجه رايه نما او دماء مانا والله وعنا